أربيل تدق ناقوس الخطر بعد موجة جفاف حادة تمثلت بقلة سقوط الأبطار ما تسبب بشح مياه الإسالة وانقطاعها كاملاً لتطلق بعدها حملة حفر الآبار الجوفية لتدارك الأزمة الحاصلة هذا ما أعلنه رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو من 20 سنة الماضية الموجة الثالثة للجفاف الجائل الإقليم بس هذا الموجة الثالثة للأمطار كان كلش قليلة حسب توقعاتنا الموجات الجفاف يستمر لأن الشرق الأوسط كلها متأثرة بالتغيير المناخي العالمي الضرر يعني يبين أكثر على الشرق الأوسط ونحن من الشرق الأوسط ولتخطي تلك الأزمة الحاصلة مجلس وزراء الإقليم عد خطة بدعم محافظة أربيل بميزانية خاصة لمواجهة الجفاف إضافة إلى توجيه نداء للخيرين وقنصليات الدول للمساهمة في حفر الآبار الجوفية منذ سنوات لم نشهد مثل هكذا انقطاع للمياه أيام كثيرة لا يوجد لدينا ماء الحكومة المحلية جاءت هنا لعمل بئر ارتوازي أكثر عمقا من البئر المعتمد الجاف مؤسسة البرزان الخيرية أطلقت حملة كبرى لتوزيع أكثر من مليون لتر من المياه يوميا أبرى سيارات تعرف بالتناكر جابت بها مناطق مدينة أربيل التي تعرضت إلى انقطاع مستمرا في المياه هذه الحملة سوف تستمر لمدة شهر أو ممكن لمدة أكثر من ثلاثة أشهر تشمل وتغطي جميع محافظات أقليم كردستان وإن كانت هناك حاجة للمحافظات العراقية الأخرى سنكون موجودين خوشناو أعلن في مطلع تموز الماضي عن توقف أكثر من 200 بئر ماء داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الحاصل فيما تعتمد مدينة أربيل على نسبة 35% على مياه العيون والأنهار الجارية ومنسبة 65% على الآبار الارتوازية من أربيل بشيرة الحسن قناة الفلوجة